بسم الله الرحمن الرحيم انت تسأل وعمري خالد يوجيب نجاوب على اسئلتكم بالاستمرار بنحرص ان اكبر اسئلة نجاوب عليها هنا واللي مقدرش نجاوب عليه نقول لكم بقى روحوا لعمري خالد دوت نت حتلاقوا قسم الاستشارات في كل الاسئلة والاجابة عليها وبنحرص على قد ما نقدر ان انا مش بتكلم بصفتي داعية انا بتكلم بصفتي اخ كبير ليك وشافت اجارب كتيرة في الحياة فبحاول اديكم باخوة وبحب كل اللي انا مريد بي في الدنيا السؤال النهاردة من رهف من السعودية ورهف بتقول انا عندي مشكلة كتيرة مع ولادي ولادي اطفال صغيرين اه خمس سنين وست سنين لكن انا حاسة ان الموضوع بقى صعب جدا جدا في تربيتهم في التكنولوجيا الحديثة انا مش عارفة تواصل مع ولادي هم اصلا قاعدين على التليفونات ليل ونهار وانا علاقتي بيهم اعملوا وسووا وكلوا وبقوا بقيت حاسة ان ولادي ما بيحبونيش اولادي بقوا متضايقين مني على طول بص يا رهف انتي لازم تغيري طريقتك بمعنى ايه الحياة الحديثة بقت العقوبة والاوامر الادارية بقت بقت الاباء والامات عاملين زي شؤون ادارية كل اشرب نام زاكر دي شؤون ادارية دي مش تربية ما للتربية ايه التربية ايمة على حاجات تانية خالص دي حاجات مهمة طبعا لازم تعمليها بس في حاجة تانية مهم فين الام الصديق فين الاب الصديق ايوا انصح بولادنا من كده ما هو مش ممكن حتصحبه لما يبقى مراهق فجأة ما هو لازم تبدأ الحياة بان احنا صحاب المنع ان انت تاخدي ابنك بعيدا عن اي حاجة تعالى وتقومي هو لسه اطفال تقومي واخدهم في مكان زي دوا وتبدأي ايه تعالى نلعب مع بعض وتجيبي صحابهم ونخرج مع بعض وناكل مع بعض ونتفسح مع بعض ونعيش اصدقاء بطريقة طبعية صدقوني يا جماعة في ظل التكنولوجيا الحديثة مش هتقدر تقفل على ولادك قدتهم لانك يوم ما هتقفل عليهم قدتهم هو هينفتح على العالم بس من خلال التليفون بتاعه ما للحل ايه معادش فيه طريقة لا العقوبات ولا الاوامر الادارية ولا كل ده هيشتغل الحل الحقيقي انك تكون اب صديق وتكون يأم صديقة صح بيهم ناكل مع بعض ونخرج مع بعض والتوجيه من جوا الصداقة والصداقة معناها ان احنا مش بنقعد نتخنق على كل صغيرة وكبيرة لازم حنفوت شوية لكن الاصل في العلاقة ايه الاصل في العلاقة بحبك الاصل في العلاقة بحبك بدون شروط مفيش conditions على حب ليك ابني وبحبه ويبقى ده واضح اه طبعا لما تغلط مش معنا كده ان فيه تسيب بس الاصل الصداقة الاصل ان انا بحكي لولادي كل ما بيكبره شوية حاجات من حياتي كأن احنا بقينا صحاب وبحكي لهم وبحكي لهم عن نفسي بس طبعا حسب كل سن مش لازم احكي لهم عن اخطائي بس احيانا اقول بعض اخطائي اللي ينفع تتقال حسب السن بتاعهم نخرج ونعيش مع بعض ونتفسح مع بعض ونتحك مع بعض ونلعب نلعب مع بعض انا بلعب مع ولادي بلاي ستيشن انا بلعب مع ولادي انا بروح مع ولادي منشط كورة انا بتدعي انا بتدعي ان انا مش بحكي لكم كلام غريب انا بحكي لكم على تجربة الشخصية انا اب صديق وعلاقتي بولادي بقت حلوة قوي وفيها ساعات انا زعلان وانا زعلان بقت اقوى من العقوبة ونظرة العين بزعل لان احنا بقينا صحاب لانه بقى بيحبني لانه بقى فيه علاقة حلوة نريد عودة القبض الصديق والام الصديقة صدقيني يا رهف حتبقى احلى علاقة بولادك وحتستمتعي بعلاقتك بيهم وبحبهم وساعتها لما حتقول لهم امر حيقع في قلوبهم اقوى لانهم بيحبوك شكرا والسلام عليكم ورحمة الله